الحمد لله رب العالمين الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونعتصهم بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمةً للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جاز نبيًا عن أمته ثم ما بعد معاشر المؤمنين إن خير ما اجتمع المجتمعون له واستمع المستمعون له وتدارسه المتدارسون هو كتاب الله جل جلاله الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حاكيم خبير كتاب الله الذي أنزله على قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرًا ليكون مبشِّرًا ونذيرًا فكان مبشِّرًا لأولياء الله ومنذرًا لأعدائه صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وكالعادة نبتدئ درسنا بالتلاوة فنستمع لتلاوة هذه السورة التي سنتناول تفسيرها في هذه الليلة وهي سورة القدر يتلوها الأخ يحيى حافظه الله والسنة أن يتلو ثلاثًا يتلوها ثلاث مرات ولا يحتاج نقول له كرر بعد كده نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْظُّوْحُ فِيهَا بِإِذْرِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْضِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَ عِلْفًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْظُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْضِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَ عِلْفًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرَّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْضِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَ عِلْفًا الله أكبر السنة أيضاً في هذه السور عند قراءتها بدءاً من سورة والضحى أن يكبر القارئ بين السورة والسورة عندما تقرأ والضحى إلى قوله وأما بنعمة ربك فحدث تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك إلى قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تقول الله أكبر وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين إلى قوله أليس الله بأحكم الحاكمين تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك حتى تصل إلى قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير من سورة الضحى إلى الناس بين السورة والسورة وليس في الصلاة تكبير في غير الصلاة أما في الصلاة فإنه يقرأ البسملة ثم يواصل وقيل يكبر سنبدأ كالعادة بطرح أسئلة ما المناسبة بين سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر والسورة التي قبلها والسورة التي بعدها سورة التي قبلها أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق إذن النزول واضح المناسبة فيه أول ما نزل من القرآن ما هو؟ اقرأ طيب اقرأ متى نزلت؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أول ما نزل هذا القرآن نزل في ليلة القدر واختلف العلماء في هذا النزول ليلة القدر ما هو؟ أهو نزول القرآن جملة واحدة في ليلة القدر؟ أم ابتداء نزوله في ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر أو أننا أنزلنا القرآن في فضل ليلة القدر؟ كم قول الآن؟ إنا أنزلناه الضمير يرجع إلى القرآن لأنه هو الذي في أذهان الناس أنه نزل من عند الله ما الذي نزل من عند الله؟ نزل من عند الله الروح الأمين جبريل نزل بماذا؟ بالقرآن نزل به الروح الأمين إلى قلبك إذن هذا المنزل من عند الله تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فعلى ذلك هذا النازل من عند الله والقرآن هذا القرآن نزل من إلى من إيش نزل وإلى إيش نزل؟ أين كان حتى ينزل؟ وإلى أي شيء نزل؟ أما مكانه الذي كان فيه فهو اللوح المحفوظ كما ورد في سورة البروج قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلى المطهرون في سورة الواقعة وفي سورة البروج في لوح بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إذن كان القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل ونزل القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة القدر أين نزل؟ عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر سماوات كم؟ سبع سماواتٌ طباقًا اللوح المحفوظ أين هو؟ اللوح المحفوظ عند العرش لا يعلم ما فيه إلا الله محفوظ لا يرى ما فيه ملكٌ مقرب ولا يراه بشر ولا يرى جن ولا يرى أي مخلوق محفوظٌ من نظر الناظرين ولا يعلم ما كُتِب فيه إلا الله هذا اللوح المحفوظ في ليلة القدر نزل منه القرآن إنَّا أنزلناه في ليلة القدر وقيل أنزلناه أي ابتدأنا نزول القرآن في ليلة القدر وقيل أنزلناه يعني القرآن أنزلناه في فضل ليلة القدر عائشة رضي الله عنها لما تكلم المنافقون في عرضها واتهموها في عرضها وقالوا أنها فعلت وفعلت وهي بري مما قالوا بل هي طاهرةٌ مطهرةٌ صديقةٌ وابنة صديق وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحبُّ خلق الله إليه لما اتهموها في عرضها وقالوا عنها ما قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو أذن لها أن تذهب إلى بيت أهلها غير مطلقةٍ ولا معلقةٍ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحقق في الأمر إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا وهؤلاء ابن أبي ومن معه حتى بعض الصحابة الأجلاء فتن فتكلم ومنهم حسان بن ثابت رضي الله عنه ومنهم ابن أبي بكر رضي الله عنه الذي كان ينفق عليه إلى غير ذلك كل هؤلاء شهدوا من غير علم وتكلموا بغير علم وأغلب الصحابة سكتوا وقالوا ما علمنا عليها إلا خيراً ودع النبي صلى الله عليه وسلم علي قال النساء غيرها كثير يا رسول الله فأراد علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شأخذ غيرها واستشار بعض الصحابة فكان منهم من يقول وأغلبهم يقول ما علمنا عليهم من سوء وبعد مضي شهر وعائشة لا تدري ما الخبر كانت معها امرأة وابن هذه المرأة كان من ضمن من تكلم على عائشة فعثرت هذه المرأة فسبت ولدها وقالت تباً لفلان فقالت لها عائشة لم تسبينه وقد أسلم وآمن وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا ابنة الصديقة ما سمعت ما يقوله ويقول الناس عنك قالت وماذاك فبدأت المرأة بعد شهر تقص على عائشة خبر أنها اتهمت في عرضها لأنها لما كانت في طريق العودة من تلك الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خفيفة اللحم ذهبت لتقضي حاجتها وكان عندها عقد في جيدها انفرط العقد فضاع فلما عادت تلمسة مكان العقد فلم تجده فذهبت لمكان قضاء الحاجة تبحث عن مكان حيث سقط العقد فجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش أن يرتحل فارتحل وجاول الهودج الذي فيه عائشة ظنوا أنها فيه فحملوه خاويا ليس في أحد على الجمل وانطلق الركب وعادت عائشة فوجدت الناس قد ذهبوا فاستلقت على الأرض وقالت لعلهم أن يتفقدوني فيعودوا إلي استلقت على الأرض وكان رجل من الصحابة كريما قد تخلف لبعض شأنه فمر على مكان القوم فإذا بسواد على الأرض أقبل واقترب فإذا بها عائشة رضي الله عنها وكان يعرفها قبل الحجاب فلما أبصرها قال إنا لله وإنا إليه راجعون أم المؤمنين فأناخ جمله وأعرض بوجهه وركبت عائشة فلا والله ما نظر إليها ولا كلمها إلا أنه حملها على الجمل فلما أقبلت معه قال المنافقون تخلفت معه لأمر ما فاتهموها في عرضها وهي لا تعلم عن شيء وأخذتها الحمى وهي لا تعلم عن شيء لكن بعد ما جاءها الخبر كانت الصاعقة فكانت تبكي ليلا ونهارا ولا تجد للطعام لذة ولا تجد المنام إذا أرادت أن تنام واستمر الوضع شهرا كاملا عليها وفي تلك الليلة تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسأل ويقول كيف حالتيك حتى اسم عائشة ما يذكر كيف حالتيك قالت ومما زادني ألما أني عندما جاء وسأل قال يا عائشة أصدقي ماذا حصل قالت فما زدت على البكاء وقلت لأبي بكر أبي أجيبه يا أبا بكر فسكت أبو بكر قلت لأم رومان زوج أمها أجيبي فلم تجد جوابا قالت عائشة فشلست وقلت يا رسول الله إن كنت قد اخترفت ذنبا فالله أعلم وسينزل في ذلك قرآنا وإن كنت بريئة فالله أعلم وما زدت على هذه الكلمات قالت عائشة رضي الله عنها فما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس ذلك حتى نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بآية البراءة قالت عائشة وهي تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الوحي عليه ولو في اليوم شديد البرد الشاتي يتعرق يتصفد عرقا قالت فلما أقلع الوحي عنه يعني ذهب جبريل تهلل وجهه وقال أبشر يا عائشة فقالت ثم روما زوجة ببكر وهي أم عائشة وأبو بكر يا عائشة قومي فاشكري رسول الله قالت والله لا أشكره إنما أشكر الله وهي تُحدِّث بهذا الحديث قالت وأنا وتقول وأنا أتفه وأقل شأنًا من أن ينزل في قرآن الشاهد من القصة قولها أنا أقل شأنًا من أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ينزل في طيب هنا سؤال هل القرآن نزل في عائشة أي بداخلها فأصبحت عائشة ظرفاً للقرآن؟ أو أن القرآن نزل في شأن عائشة؟ من هنا قال بعض العلماء إنا أنزلناه في ليلة القدر قالوا هذه الجملة تحتمل احتمالين الاحتمال الأول أن تكون ليلة القدر ظرفٌ لإنزال القرآن فنزل فيها أو يكون القرآن نزل فيها أي في شأنها كما تقول هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما سمع الصحابة أو بعض الصحابة يقول في الجهاد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إذا كان العدد كثير وأنتم قليل لا تقاتلوا كان هذا الفهم الذي فهمه بعض الصحابة فقام أبو أيوب رضي الله عنه الأنصاري قال يا معشر المسلمين يا معشر المؤمنين إن هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار نزلت فينا أي نزلت فيهم أي نزلت في شأنهم وذلك أن لما فتح الله على نبيه وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر الإسلام وكثر الداخلون في الإسلام قال الأنصار لو أننا رجعنا إلى زرعنا وإلى دنيانا فإن الله قد عز نبيه ونصر نبيه فلما قلنا ذلك نزل قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالتهلكة هي الإقبال على الدنيا وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه فهذه التهلكة وهذا يؤكده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم إذن قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر فيها ثلاث معاني المعنى الأول أنزلناه جملة واحدة في ليلة القدر وعلى هذا المعنى يكون الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا وعلى هذا القول يكون تنزل الملائكة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا فقط وليس إلى الأرض لأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وهذه الليلة التي نزل فيها القرآن تتنزل فيها الملائكة والله عز وجل قال في نفس السورة تنزل الملائكة والروح فيها أي تتنزل في هذه الليلة لكن تتنزل إلى أي مكان؟ إلى مكان نزول القرآن والقرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة فيكون التنزل تنزل إلى السماء الدنيا وهذا يؤكده النزول الإلهي ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ذلث الليل الآخر إلى سمائه الدنيا فينادي هل من سائل فأعطي؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعٍ فأستجيب له؟ فيكون التنزل إلى السماء الدنيا وليس إلى الأرض فيكون جميع الملائكة تتنزل من سماوات العلا إلى السماء الدنيا ليلة القدري وهذا على أنه نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا أما القول الثاني أن القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر فيكون أول ليلة نزلت فيها إقرى باسم ربك ودخل فيها جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء تكون تلك ليلة القدر ومعنى أنزلناه أي ابتدأنا نزوله لأن البعض يُذكر ويراد به الكل وهذا واردٌ وسائغٌ في اللسان العربي ومنه قول الله عز وجل ويبقى كل شيء هالكٌ إلا وجهه الوجه بعضٌ ووريد به الكل كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام الوجه بعضٌ ويراد به الكل يوم تبيض وجوهٌ وتسود وجوه الوجه بعضٌ ويراد به الكل يبيض كله ويسود الآخر كله وجوهٌ يومئذٍ مُسفرة ضاحكةٌ مُستبشرة كلها مُسفرة كل الجسد فدل على أن البعض قد يُطلق ويراد به الكل فمعنى إِنَّا أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا نزوله في ليلة القدر وهذا الذي نزل في ليلة القدر هي الخمس الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل الوحي إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم وهنا استدل البعض بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للسور أنه جعل سورة إن أنزلناه بعد سورة إقرأ ليكون هذا الفهم واردًا قرأت إقرأ باسم ربك الذي خلق وعلمت أن هذا هو أول ما نزل من القرآن فاعلم أن هذا الذي هو أول ما نزل من القرآن في غار حراء وعُرِف المكان ونزل معروفًا كذلك الزمان معروف وإذا عُرِف المكان والزمان شرف المكان بنزول القرآن فيه وشرف الزمان بنزول القرآن فيه واختار الله مكة لتكون أول بُقعة ينزل القرآن عليها كلام الله واختار الله عز وجل قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أول قلب يستقبل القرآن واختار الله أمّة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون أول أمة ينزل عليها القرآن واختار الله ليلة القدر لتكون أول ليلة ينزل فيها القرآن والعبرة بالبدايات فأول الأشياء أفضلها أول من أسلم أبو بكر أفضل الصحاب أول من رمى بسهم سعد بن أبي وقاص أول من لقب أمير المؤمنين عبد الله بن جحش أول 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 فمن أخذ فعلاً وكان هو الأول فيه كان له الفضل كذلك مكة أول ما نزل من القرآن نزل فيها فكانت أفضل من المدينة إجماعاً لابتداء النزول فيها ولوجود البيت فيها ولأنها دار حوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل رسالته وبعد رسالته وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب البقاع إلى الله وكفى في هجرته قال والله إنك لمن أحب البقاع إلى الله ولولا أن قومي أخرجون منك ما خرجت فما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة رغبةً عنها ولا زهدًا فيها إنما أخرج منها وسيعود وقد عاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادُّك إلى ما عاد ومن أسماء مكة ما عاد أي رادُّك إلى مكة وقد رجع إلى مكة فاتحًا بإذن الله جل جلالُه إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهِ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبِكَ وَمَا تَأْخَرْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا إِذَنْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَكَلَّمْنَا عَنِ الْإِنْزَالِ بِأَحْوَالِهِ الثَّلَاثِ مَنْ يُعِيدُهَا؟ أَنْزَلْنَاهُ جُمْلَةً إِلَى بِيْتِ الْعِزَّةِ أَنْزَلْنَاهُ مُفَرَّقًا إِبْتِدَاءً بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى قَلْبِ مُحَمَّ صَاسَل أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أي أنزلنا القرآن في شأن ليلة القدر فتحدَّثَ القرآنُ عن ليلة القدر وما تحدَّثَ عن ليلةٍ سواها ليس في القرآن حديث عن ليلة يذكرُ فضلها إلا ليلة القدر فكان حديثُه عنها رفعها بين الليالي يبقى عندنا سؤال لماذا قال الله عز وجل إِنَّ وجاء بنون العظم إِنَّ أنزلناه ولم يقُل إِنِّي أَنْزَلْتُهُ قال أهل العلم إذا كان الحدثُ عظيماً كان التعبيرُ عنه عظيماً إِنَّا تُفِيدُ العظم إذن هذا المُنَزَّلُ عظيم وهو القرآن العظيم وهذا النازلُ به عظيم وهو جبريل ذي قوةٍ عند ذي العرش مكين مُطاعٍ ثمَّ أمين وهذا النازل عليه عظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خُلُقٍ عظيم وهذا المكان الذي نزل فيه عظيم مكة المُكرَّم وهذه الليلة التي نزل فيها عظيمة ليلة القدر وهذه الأمة التي نزل إليها عظيمة كُنتُم خير أمةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ودائماً إذا ذكر الله فعلاً من أفعاله وذكر قبله إِنَّا فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُتَعَدِّي غير قاصر كيف متعدي غير قاصر إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ كم فعل هنا؟ فعلين؟ فعلُّ الانزال خاص بالله وفعلُ الحفظ بعد الإنزال خاص بالله ولولا أن الله أنزله ما نزل ولولا أن الله حفظه ما حفظ لكن الله أنزله وهذا الإنزال فيه رحمة لأن الله عز وجل بيَّن لنا أن هذا القرآن من قوته لو نزل على جبل إيش يسير؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لَرَيْتَو خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِّةِ اللَّهِ طيب كيف يقل بالإنسان؟ فالجبل لا يتحمَّل القرآن والأرض لا تتحمَّل القرآن ولو أن قرآنًا سُجِّرَت به الجبال أو قُطِّعت به الأرض أو كُلِّمَ به الموتى ومع هذه القوة الإنسان يتحمَّل للقرآن ويستمع للقرآن ويقرأ القرآن حتى ورد أن الملائكة من شدَّة خشيتها لله لا تستطيع تقرأ القرآن إلا جبريل وأن بقية الملائكة يستمعون ولهذا ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرَ له معنى الملائكة تستمع لقراءة الفاتحة وتستمع لقراءة القرآن في أي صلاة في أي مكان في أي زمان لن يستمعون القول فيتَّبعون أحسنه إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَرَفْنَا مَعْنَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَأَحْوَالَ أَنْزَلْنَاهُ بَقِيَّا نَعْرِفْ كَيْفَ أَنْزَلْنَاهُ عَلَى قَلْبِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك هل هذا في كل الأحوال أو أن البداية غير الله عز وجل يقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب كذلك لا تُصمُّ الأذان ولكن تُصمُّ القلوب والله سبحانه وتعالى لما أخرج الإنسان أعطاه ثلاث والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة طيب أين العلم؟ هل هو في الأذن؟ لا هل هو في العين؟ لا وحُصِّ لما في الصدور فالقلب موطن العلم ولذلك قال تعالى من يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام وانشراح الصدر يحصل بعده طمأنينة القلب لأن طمأنينة الاتساع والاتساع والانشراح لا يحصلان إلا بعد النور الله وليُّ الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور وهذا المسجد فسيح وواسع بأنواره ولو انطفأت هذه الأنوار لضاق علينا بما رحب إنا أنزلناه في ليلة القدر نأتي إلى ليلة القدر طبعاً نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع منه ما نزل عليه شفاهاً يُكلمه جبريل كما حصل في سورة اقرأ فقد كلمه شفاهاً اقرأ ما نبي قاري اقرأ ما نبي قاري اقرأ المرة الثالثة قرأ عليه اقرأ باسم ربك ووعاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حال الحال الثاني أن يأتي جبريل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيصب فيه القرآن صباً حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر ويحس بكلمات القرآن داخل قلبه كأنها صلصلة الجرس صوت الجرس داخل قلبه ويستيقظ من نومه وقد جمع القرآن في قلبه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إبان نزوله خشية النسيان فنزل عليه قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه يعني في قلبك وقرآنه بعد ذلك على لسانك واللسان ترجمان لما في القلب والقلب موضع جمع الكلام ولذلك اختلف المتكلمون في الكلام هل هو الذي وعاه القلب أم هو الذي نطق به اللسان فلشعر قال الكلام نفسي والنطق ترجمة لما في النفس فهذا الذي في النفس يسمى كلاماً ويترجم عنه باللسان أو بالألسن فإن كان في قلب العربي ترجم بلسانه العربي وإن كان في قلب العجمي ترجم بلسانه العجمي فكل يُترجم والكلام واحد فتعددت الألسن واتحد الكلام واضح لكم هذا؟ ولهذا قال تعالى ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم طيب إننا أنزلناه في ليلة القدر ما هي ليلة القدر؟ ولماذا سميت ليلة القدر؟ ليلة مُضاف والقدر مُضافٌ إليه الليلة معروفة من الليل وهي مُفرد ليل ليلة مُفرد ليل كتمره مُفرد تمر طيب ليلة وحدة هذه الليلة ليلة القدر هل هي ليلةٌ واحدة لا تتكرر؟ أو هي ليلةٌ متكررة في كل عام؟ بعض أهل العلم قال هي ليلةٌ واحدة وانتهت وبعضهم قال هي ليلةٌ استمرت ثم رُفعت وبعضهم قال هي ليلةٌ متكررةٌ في كل عامٍ لا تُرفعُ إلا يوم القيام هذه ثلاثة قوال ليلة وحدة وما تكررت ليلة وحدة تكررت فترة ثم رُفعت ليلة متكررة ولا تزال تتكرر إلى قيام الساعة كم قول؟ أيها الأصح قال لنا نشوف الذين قالوا ليلة وحدة قالوا لأن الله عز وجل قال في ليلة القدر فأضافها إلى القدر ثم قال في ليلةٍ مباركةٍ وربطها بحدث وهذا الحدث لا يتكرر فينزال القرآن لا يتكرر حدثٌ مضى وانقضى قالوا فانقضت ليلته بانقضائه مثال ليلة ويلادت فلان هل إذا تكررت هذه الليلة تتكرر فيها الولادة؟ ما تكرر ولذلك ما يسمى بأعياد الميلاد عيد ميلاد فلان وعيد ميلاد فلان هو تكرر اليوم أو الليلة التي حصل الحدث في مثلها فلنقول هذه الليلة التي ولد فيها عيسى مثلاً أو هذه الليلة التي ولد فيها محمد عليه الصلاة والسلام لا طبعاً تلك الليلةٌ قد مضت وهذه الليلة مشابهة لها لأن مثل هذه الليلة من ذلك العام حصل لذلك الحدث فهذا قول من قال إنها ليلةٌ ارتبطت بحدث والحدثٌ قضى فانقضت الليلة معه قول الثاني أنها تكررت ثم رفعت وأصحاب هذا القول استدلوا بالحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة الكرام عن ليلة القدر الصحابة رضي الله عنهم اهتموا في هذه الليلة وطلبوها لكن حصل حدث أن الثنين من الصحابة تلاحيا يعني اختصما ورفع صوتيهما في المسجد وفوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم والأصوات مرتفعة والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لو بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسكت هذين لأن الوحي قد جاء وأمر أو أخبر صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر هي ليلة كذا فريح النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وخرج ليبشر الناس خرج ليقول للناس ليلة القدر ليلة كذا وكذا فلما خرج وجد الرجلان يتلاحيان أنت قلت أنت أنت قلت وارتفعت الأصوات أعلى من صوتي صلى الله عليه وسلم فسكت ثم قال أيها الناس خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى منكم رجلان فروفعت هذا الحديث استدل به من قال أن ليلة القدر كانت موجودة في الأمة ثم رفعت بسبب ذنب وهو رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم لأن لو تبغى تتلاحى وترفع صوتك اطلع من المسجد وأبعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يرتفع صوتك فوق صوته هذا القول الثاني وقوله رفعت قالوا أي رفعت بالكامل ما عد موجودة هذا القول الثاني أما القول الثالث أنها موجودة قالوا أن الله عز وجل أكرم من أن يهب شيء ثم يأخذه الله كريم فإذا وهب وأعطى ما عد يأخذ ذاك اللي أعطى بها وما دام الله أعطى الأمة وأكرم الأمة بليلة القدر وهي أمة مكرمة وخير أمة مستحيل يأخذ هذا الشيء عنها بعد ما أعطى هيئة وهو الذي يقول من جاء بالحسن فله عشر أمثالها وهو الذي يقول والله ذو الفضل العظيم وهو الذي يأمرنا أن نفرح بفضله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الآن في طاولة الحوار بين هؤلاء الثلاث ناقشهم فنقول للذين قالوا مرة وحدة وانتهت قلنا لهم الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وانزل فيه القرآن صح مرة وحدة لكن يصام شكرا لله بإنزال القرآن فيه إلى قيام الساعة فلماذا لا يترك الصيام لأن رمضان الذي أنزل فيه مرة وحدة وشهر واحد وانتهى فبقيت حجتهم داحضة ولا حجة لهم فيما قالوا انتهينا من وليك أنجل هؤلاء الثانيين قالوا كانت موجودة ورفعت واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جئت ليخبركم بليلة القدر أو خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى منكم رجلان فرفعت نقول لهم تعالوا رفعت تحتمل معنيان معنى رفعت معنى موجودة كما ذهبتم ومعنى رفع العلم بها والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال باطل به للسلال فلا يقبل دليلكم لأنه تطرق إليه احتمال الرفع بالكلية أو احتمال رفع العلم بها وتعيينها وهذا الأنسب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث قال التمسوها لعشرٍ بقينا والتمسوها لسبعٍ بقينا فلو كانت رُفِعت لما قالنا بصرصنا التمسوها فبطلت الحُجَّة الأولى في القول الأول والحُجَّة الثانية في القول الثاني وترجَّحت الحُجَّة الثالثة وأن ليلة القدر باقيةٌ لقيم سع هذه الليلة ما هي خصائصها وفضائلها أولاً أنها ليلةُ قدر ونأتي لمعنى ليلة القدر ما معنى ليلة القدر ليلةُ القدر قيل إنها سُمِّيت بليلة القدر لأنها ليلةٌ ذاتُ قدرٍ بين الليالي لأن الله اختارها من بين الليالي لإنزال كلامه فيها فهي تفتخر على الليالي أن الله أنزل كلامه فيها فهي أفضل من جميع الليالي لأن الظرف الزمانيَّة الذي اختاره الله لفعلٍ من أفعال عباده كالصلاة والذكر يفضل ذلك الظرف فكيف إذا كان هذا الفعلُ والقول من الله من باب أولى طيب إذن ليلةُ القدر أي ليلةٌ ذاتُ قدرٍ بين الليالي وقيل سُمِّيت بليلة القدر لأنَّ الذي يقومها يكون له قدرٌ بل يُعطى عبادة أكثر من أربع وثمانين سنة وقيل يُعطى عبادة أكثر من ألف سنة وقيل يُعطى عبادة الدهر كلَّ وسنأتي لتفصيل ذلك هذا قدر وقيل سُمِّيت ليلةُ القدر بليلة القدر لأن الله عز وجل يُقدِّرُ فيها مقادير العام ويفرِّق المقادير بين الملائكة للتنفيذ ومن ذلك قولُه تعالى إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في ليلةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فيها يعني ليلة القدر يُفرَقُ كلُّ أمرٍ حكيمٍ أمراً من عندنا فيُفرِّق الله جلَّ جلاله أوامره الكريمة على ملائكة الكرام هذا ملك الموت يأخذ قائمة الأموات في هذا العام خذ فلان 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 ميتون في هذا العام كل واحد بالدقيقة والثانية يعرف ملك الموت أنه سيموت لأنه أخذ اسمه ضمن الأموات في ليلة القدر ملك الرزق ميكائيل أفلان 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 أرزاقهم خذها لهذا العام فيُعطى ملك الرزق كل الأرزاق حتى التنفس يكسجين نسبته وكذلك الشراب الطعام الزواج إلى آخره الأبناء البنات كل ذلك يُعطاه ملك ميكائيل المكلَّف بالأرزاق وكل ملك يُعطى التقدير وقد قدَّر الله في هذه الليلة ما يكون طوال العام هذا القول الثالث قول الرابع أنها سُمِّيت ليلة القدر أن الملائكة تتنزَّل فيها ومن نزل فيها من الملائكة الأول نازل يكون له قدرٌ على الذي بعده والذي بعده له قدر على الذي بعده لقوله تنزَّل الملائكة فهذا النُّزول فيها دل على قدرها بين الليالي وعلى قدر الملائكة وقيل سُمِّيت بليلة القدر قالوا لأن القدر بمعنى الضيق فهي ليلة الضيق كيف ليلة الضيق وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ يعني ظنَّ أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْه لأن الهجرة تكون من الضيق إلى السعة من يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله يجد في الأرض مُراغمًا كثيرًا وسع لكن هذا الرجل النبي الكريم يونس بن متى خرج من مدينةٍ في ظنِّه ضيِّقة يُريد السعة فإذا به في مكانٍ أضيق التقمه الحوت وأيهم أوسع المدينة التي كان يتحرَّك فيها أو بطن الحوت الذي لا يستطيع يتحرَّك فيه المدينة إذن خرج قبلًا يُؤذن له بالهجرة يُريد السعة ومن استعجل شيئًا قبل آوانه عُوقِب بحرمان وأراد الله سبحانه وتعالى أن يُضيِّق على ذنّون حتى يرجع لقومه لأن الفترة التي أمره الله أن يبقى فيها لم تنتهي بعد فلما رجع آمنوا كلُّهم أجمعون وهي القرية الوحيدة التي آمنت وقد رأت العذاب قوم يونس استثناهم الله عز وجل من أنه قبل توبتهم وقد رأوا العذاب وهذه خاصة بقوم يونس طيب إذن ليلة القدر ليلة الضيق أي ضيق؟ قالوا تتنزل الملائكة في هذه الليلة فلا يبقى في الأرض مكانٌ إلا وفي ملك يعني يملو الأرض برًا وبحرًا وجوًا هذا الفضاء الواسع يمتلي بالملائك ولله المثل الأعلى ليلة السبع وعشرين أو ليلة ختم القرآن في الحرم كيف يكون الضيق في الحرم؟ القدر نستشعرون الضيق من كذرة المصلين البشر مهل ذلك الضيق يستشعر الملائكة في ليلة القدر فهي ليلة التزاحم والتنافس على طاعة الله بين الإنس والجن والملائك والكل يريد أن يكسب هذه الليلة هذا من أسباب تسميتها ليلة القدر من فضائلها أنها ليلة مباركة من أولها إلى آخرها ننزلناه في ليلة مباركة هذه الليلة إذا أردنا أن نعرف بركتها ننظر ما هي بركة ليلة القدر فنجد أن البركة فيها مربوطة بالأعمال الصالحة فالعمل الصالح في ليلة القدر مبارك لأن العمل في غيرها من جاء بالحسنة فله طيب جاء بالحسنة في ليلة القدر كم له من يستطيع يحصيها الحسنة في غير ليلة القدر بعشر والحسنة في ليلة القدر بكم بكم خير ما تساوي خير من ألف شهر يعني أكثر من ألف شهر من العبادة ومعنى ذلك أنك في هذه الحسنة عملتها في ألف شهر في دقائقها في ثوانها وهذه الحسنة تتكرر عشرا 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 فكم في اليوم من عشر وكم في الشهر من يوم وكم فيه من عشر وكم في العام وكم وكم ولا يعلم وفضل الله بعد ذلك إلا الله قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذر وإن تك حسنة يضاعفها مطلقا في ليلة القدر والله في غير ليلة القدر يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر لكن في ليلة القدر شيء عظيم فوق الخيال إذن مبارك فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا هذا من خصائصها من خصائصها أنها ليلة إجابة الدعاء لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إذا أنا أدرك ليلة القدر ماذا أفعل ما قالها صلي ما قالها قرأي قرآن قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني دلها على الدعاء فعلم أنها ليلة الدعاء وليلة إجابة الدعاء لأن كلمة الله أكبر في الصلاة كم تضرب لك في ألف شهر عمره كل كم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وليلة وحدة أربعة وثمانين سنة أكثر منها أكثر من أربعة وثمانين سنة إذن هذه ليلة العمر ليست ليلة الزواج ليلة العمر عند كثير من الشباب عندما تقول ليلة العمر يتذكر ليلة الزواج خرج من العزوبية وأصبح متزوج اشتستفاد العالم لكن ليلة العمر حقيقة هي ليلة القدر لأنها خير من ألف شهر وهنا نأتي إلى أيضاً وما أدرك ما ليلة القدر قال بعض العلماء في قوله وما أدرك قال إذا سمعت الله في القرآن يقول وما أدرك فاعلم أن هناك خبر قد أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم أدرا فعل ماضي وأدراك أي هذا الفعل قد حصل لك قد حصل الدراية عندك أو خذ العلم الآن لكن إذا قال وما يُدريك فاعلم أنه لا علم عند النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضوع كم مرجات وما أدراك في القرآن وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما الحاقة أدراك أدراك عندك علم لكن ليس بضرورة يكون محيط لكن اسمع إلى وما يُدريك تجد أنه لا علم له فيما بعد يُدريك وما يُدريك لعله يزكَّى أو يذكر فتنفعه الذكرى وما يُدريك لعل الساعة تكون قريباً ساعة علمها عند ربي فإذا جاءت يُدريك فاعلم أنه لا علم ولا دراية بالتفصيل عند النبي صلى الله عليه وسلم عن الموضوع الذي جاءت فيه وما يُدريك لكن إذا قال وما أدراك عنده خبر وعنده علم ومن هنا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة القدر وقد أعلمه الله بليلة القدر ولكن لم يأمره بإبلاغها وقد خرج ليُبلغها فروفعت إيش اللي رُفع؟ إما رُفع الأمر قال له خلاص لا تقولهم وإما رُفع العلم وإذا كان رُفع العلم فمعنى ذلك الإنسى أنه نسي والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهيوجد خير من ليلة القدر أو مثل ليلة القدر فعلم أنها ما نسخت ولا نسيت وقيل نُنسِها قُرِئَت بِنُنْسِئْهَا أي نُؤخِّرْهَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر هنا نأتي للعرب ونقول هذا القرآن نزل بلسان عربي مُبين ونأتي لمجتمعنا اليوم إذا ذهبت للجنوب وزرت قبائل للجنوب وشفت الكرم أول ما يصار خوف وجهك أرحب ألف ومرحباً ألف يقول له والله لا هل يقصدون ألف عدداً؟ أو يقصدون مرحباً لا حد ولا عدد؟ لو أرادوا ألف بالعدد نقول له ذبخة لا مدام باللسان نقول مرحباً مليار لكن عند العرب تعوَّدوا أن الألف العدد الذي لا حد له ودلَّ القرآن على هذا المعنى قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود يودُّ أحدهم لو يُعمَّر كم؟ ألف سنة يعني ما أودَّ يزيد على ألف سنة يصير ألفين يسأل أي واحد يهودي يقول له كم تبغى تعيش؟ يقول لك والله ما أبغى أموت أبغى نعيش حتى تنتهي الدنيا طيب ألف سنة معنى لا عد ولا حد واستدلُّوا على هذا أيضاً بعدد الألف الوارد في بدر ألف من الملائكة منسلين في غزوة في سورة الأنفال ألف من الملائكة في سورة آل عمران ثلاثة آلاف وخمسة آلاف بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف وقد صبروا واتقوا والله قالت ألف معنات عدد هائل لا حد له من الملائكة طيب السبعين إذا أوضيفت مع الألف وإذا انفردت عن الألف دلت على العدد الذي لا حد له نأتي بها مفردة ونأتي بها مضافة مفردة في القرآن قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم طيب لو استغفر لهم مئة مرة ألف مرة ألفين مرة يغفر الله لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة لسانه والله لو علمت أن الله يغفر لهم فوق السبعين لا استغفرت لهم إلا أن الله لا يغفر لهم طيب لماذا ذكرت السبعين؟ من باب ذكر العدد الذي لا حد له طيب اسمع من السنة الجمع بين السبعين وبين الألف حديث الشفاعة يقال لي يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي يا محمد أدخل سبعين ألف سبعين ألف من أمتك الجنة بلا حساب ولا عقاب هنا سؤال بسيط قبل لنا الصحابة كم عددهم؟ كم عدد الصحابة؟ أبسط سؤال عددهم كم؟ فقط اللي حضروا مع النبسة السلام في حجة الوداء مئة وعشرين ألف هذو اللي حضروا هناك اللي ما حضر مئة وعشرين ألف واللي يدخل الجنة سبعين ألف فعلم أن السبعين ألفا عدد لا حد له ومن أحسن ما قيل فيها أنه عدد نسبي أي سبعين في المئة من أمتك يدخلون الجنة بالأحساب والعقاب ليلة القدر خير من ألف شهر ورد في حديث ضعيث طبعا سبب نزول لهذه السورة أو أسباب لنزول هذه السورة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن رجل عبد الله ثمانين سنة وما عصى الله في أقط وأن الصحابة رضي الله عنهم غاروا منه قال ما شاء الله ثمانين سنة وما عصى الله قط يبخت يعني ما شاء الله عمر في الطاعة فنزلت هذه السورة أن قيام هذه الليلة فقط خير من عبادة ثمانين سنة ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن عبادة ملك سليمان عفوا وللقرنين وأن كل منهما حكم خمسمائة عام وجاهد وأدخل الناس في دين الله سليمان أقام التوحيد وذي القرنين أقام العدل وأقام التوحيد وكل منهم عمر خمسمائة سنة فلما ذكر ذلك للصحابة أيضا أخذتهم الغيرة فنزلت هذه السورة أن هذه الليلة قيامها خير من ملك سليمان وخير من ملك ذا القرنين في رواية أخرى ضعيفة وفيها رجل متروك لكن يذكرها كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري أمته من بعده فرأى ما حصل لأبنائه حسن حسين وأن الخلافة أخذها معاوية ونزلت وراثة في بني أمية وأنه ضاق صدره فنزلت علي هذه السورة وأنها ليلة القدر قيامها خير من حكم بني أمية كاملا والعجيب أن بني أمية حكموا أربعة وثمانين سنة يعني ألف شهر بالضبط وهذا الحديث فيه ضعف طبعا وأيضا قيل أن سبب نزولها أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فمر على قصة نوح عليه السلام وأنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في عمره وأعمار أمته فإذا بها ما بين الستين إلى السبعين فكان تقال تلك العمار مع عمر نوح عليه السلام وقال هؤلاء عمروا ألف سنة سيعبدوا الله أكثر وحن عمارنا ستين سبعين معناته النوم فأعطي في الآخرة الكوثر وفي الدنيا ليلة القدر فليلة القدر كوثر العبادات والكوثر نهر في الجنة يصب منه مزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماءه أبيض من اللبن وأبرد من الثلش من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا ليلة القدر خير من ألف شهر هنا ألف شهر نكر شهر نكر والنكرة في سياق الإثبات تفيد العموم كما يقول علماء الوصول إذن هذا الشهر بعدما إذا نظرنا للقرآن نجد أن الله عز وجل قد ذكر في القرآن ثلاثة أعداد عدد الناس العدد البشري عند الناس أهل الأرض والشهر فيه ثلاثين يوم وألف شهر تساوي كم؟ أربعة وثمانين سنة إلا قليل ماشي العدد الثاني عد أهل السماء الدنيا واليوم الواحد فيه كألف سنة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم طيب هذا اليوم مش مقداره؟ كان مقداره ألف سنة هذا العدد الثاني وهو عد أهل السماء الدنيا إذن الشهر الواحد من هذا العد يكون كم سنة؟ ثلاثين ألف سنة لشهر الواحد طيب ألف سنة من هذا العد كم تكون؟ ثلاثين ألف ضرب ألف كم تكون يا أصحاب الرياضيات؟ ثلاثين ألف ضرب ألف؟ ثلاثين مليون سنة هذا العد المتوسط نرتفع للعد الأعلى قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة طيب الشهر الواحد من هذه الأيام التي مقداره اليوم منها خمسين ألف كم يكون ثلاثين في خمسين؟ خمسين في ثلاثين كم؟ خمسين ألف ضرب ثلاثين مليار وخمسمائة مليون مليار وخمسمائة مليون هذا شهر واحد مليار وخمسمائة مليون ضرب ألف كم؟ تريليون ونصف تريليون من السنوات إذن انقسم الناس إلى ثلاث ثم أورثنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ما الذي يمنع أن يعامل هذا بالعد الأصغر ويعامل هذا بالعد المتوسط ويعامل ذلك بالعد الأعلى لا يستوون عند الله سابقون السابقون أولئك المقربون وعطاء الله غير مجذوذ هذا بالنسبة للمعدود أما الذي لا عد ولا حصر له فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ليلة القدر خير من ألف شهر ليش قال خير من ألف شهر ولم يقل خير من ألف سنة قال أهل العلم أن المراد أو بعض أهل العلم أن المراد خير من ألف سنة لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال إن أنزلناه في ليلة القدر والليلة لا تنفك عن الشهر فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والشهر لا ينفك عن العام فترك الأمر للعقل شهر رمضان ينفك من العام عندما أقول لك خير من ألف شهر رمضان كم يساوي هذا من الزمن ساوي ألف سنة لأن كل شهر رمضان يحمل معه أحد عشر شهرا ثمانية قبله وثلاثة بعد فتكون ليلة القدر خير من ألف سنة واضح؟ خير من ألف شهر طيب لماذا قال شهر؟ قالوا لأن الشهر محدد بآية في السماء يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس أما السنة فغير محددة فذكر المحدد ليتوصل به إلى غير المحدد طيب تنزل الملائكة والروح فيها من أعمال هذه الليلة ومن فضائلها ومن فضل الله فيها أن الملائكة تتنزل فيها هي الملائكة تتنزل فيها وفي غيرها قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لكن التنزل الذي يحصل ليلة القدر بمناسبة إنزال القرآن في هذه الليلة فنزل الملائكة إحياءً لذلك الإنزال الكريم الذي به حصل الفضل العظيم للبشرية كلها وللعالم كله طيب تنزل الملائكة والروح الروح هل هو من الملائكة؟ أو شيء آخر قيل الروح هو جبريل وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته مثل قول تعالى من كان عدواً لله وملائكته وجبريل وميكال طيب جبريل وميكال من الملائكة لكن ذكروا لأهميتهم فهذا يسمى ذكر الخاص بعد العام لبيان أهمية الخاص فهذا يدل على أهمية جبريل ومكانة جبريل تذكر الملائكة ويذكر جبريل النمعاهم وجبريل من الملائكة؟ من جاء القوم وفيهم رسول الله كما قال الخزاعي قال يا ربي إني ناشدٌ محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى إن قريشاً أخلفوك الموعداً ونقضوا ميثاقك المؤكدى وهم أذل وأقل عددى هم بيتونا بالوتير سجدى هم بيتونا بالوتير هجدى وقتلون ركعاً وسجدى فانصر في ذاك الله نصراً أيدا ودع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد طيب رسول الله من عباد الله لكن ذكره من بينهم ليبين أهميته لأنه لو لم يكن فيهم رسول الله لما خرج وصل كذلك الملائكة تتنزل والروح معها والروح هو قائد الملائكة جبريل هو قائد الملائكة وسيد الملائكة كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند للعرش مكين مطاع وكلمة مطاع أي عند جميع الملائكة أمرهم الله بطاعة جبريل فجبريل بين الملائكة كمحمد صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء والرسل جبريل أفضل الملائكة ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام أي هذا النزول بإذن الله لا يستطيع ملك ينزل حتى يأذن الله له فإذا أذن الله له من ينزلوا في ليلة القدر فهذا يدل على أهمية هذه الليلة التي أذن الله للملائكة أن تنزل ونزول الملائكة في ليلة قدر هو طرد للشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن في هذه الليلة لأن إبليس إذا رأى الملائكة فرّى إني أرى ما لا ترون كما قال يوم بدر من كل أمر سلام هنا إما أن تقف عند من كل أمر وهذا معنى فيها يفرق كل أمر حكيم وإما أن تواصل من كل أمر سلام أي لا يكون فيها إلا أمر سلام حتى خيل إن من علاماتها أن السلم يعم الأرض فلو اجتمع في ليلة القدر يعني ذئب وتيس لما جنى عليه أسد وإنسان لما ضرّه لأنها ليلة سلم ومسالمة في العالم وقيل إن السلام ليس المراد به السلم وإنما المراد به السلام المعروف وهي ليلة سلام أي تسلم الملائكة فيها على المؤمنين ويسلم المؤمنون فيها بعضهم على بعض فهي ليلة سلام كما أن الجنة دار سلام وهي حال مختصر عن أحوال أهل الجنة الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم هذا الذي يحصل في الجنة يحصل في ليلة القدر تتنزل الملائكة فتسلم على المؤمنين في الأرض سلام هي حتى مطلع الفجر أما كلمة هي فالضمير يرجع إلى ليلة القدر أنها هي كلها سلام وقد ذكر الله عز وجل نهايتها في قوله حتى مطلع الفجر ولم يذكر لنا بدايتها متى تبدأ ليلة القدر اختلف العلماء في بداية ليلة القدر على قولين منهم من قال إنها تبدأ وقت صلاة العصر وتستمر حتى صلاة الفجر وسدل أصحاب هذا القول بحديث التعاقب وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر وهذا محل الشاهد وملائكة النهار ينزلون وقت صلاة الفجر فيبقون فيكم إلى صلاة العصر فالملائكة تتنزل من صلاة العصر ليلة القدر إلى صلاة الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أو إنها ليلة سلام من بدايتها إلى مطلع الفجر وذكر مطلع الفجر ولم يذكر المبتدى ليبين الله لنا أن العبرة بالخواتيم فآخر عمرك خير من أوله وخير الأمور خواتيمها واجعل خير أعمالنا خواتيمها فذكر الله خواتيم ليلة القدر ويستفاد من ذلك أن صلاة الفجر ليلة القدر خير من صلاة العصر ليلتها وأن قيام التهجد في آخر الليل خير من قيام التراويح في أوله وأن الأعمال بخواتيمها هي حتى مطلع الفجر وذكر الله الفجر والليالي العشر فقال والفجر وليال عشر والليالي العشر قيل هي ليالي عشر رمضان كما ورد ذلك عن ابن عباس ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طيب هنا نأتي إلى ختام هذه السورة ويبقى سؤال يطرح أيهما أفضل عشر رمضان أو عشر ذي الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها خير من عشر ذي الحج وعشر للحجة أيام وليالي القدر أو ليلة القدر ليالي وفيه سؤال هي العشر ليالي بعضها للعلم قال أن هذه الليالي العشر تبدأ من ليلة عشرين لأن الشهر العربي قد يكون تسعة وعشرين وهي عشر كاملة فإذا كان الشهر تسعة وعشرين كانت ليلة عشرين من ليالي التي يمكن تكون ليلة القدر وبعض أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الأواخر أن هذا كان في عهده وأنها تتنقل في رمضان كله لقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولما سئل عنها ابن مسعود قال من قام السنة وجد ليلة القدر وبعض أهل العلم قال أن ابن مسعود أراد أن يبين للناس أنها في العام وعلى ذلك كان الصحابة يقومون العام كله والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل كله قال يا أيها المزمِّل قم الليلة إلا قليلا اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله أوله وآخرة وأظاهره وباطنه وعاجله وآجلة اللهم إنا نسألك خير الزمان وخير المكان وخير الأقوال وخير الأفعال وخير الأحوال اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه ونعوذ بك من كل شرٍ تعلمه وأن تعلم الغيوب اللهم إنا نسلك يا حي يا قيوم أن ترضى عننا رضاً لا سخط بعده اللهم ارضى عننا وعن والدينا ووالديهم ومن ولدوا اللهم إنا نسلك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم معلِّم الأنبياء علِّمنا مفهم الأنبياء فهمنا مؤدِّب الأنبياء أدِّبنا مُصلِح أحوال الصالحين أصلِح أحوالنا اللهم إنا نستعين بك على طاعتك اللهم إنا نستعين بك على طاعتك فاعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إنا نسلك أن تصلِح أحوال المسلمين اللهم أصلِح أحوال المسلمين اللهم أصلِح نياتنا وذرياتنا ونياتهم وذرياتهم اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين المظلومين من المسلمين اللهم انصرهم في بلاد الشام وانصرهم في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك واكلاها برعايتك وعنايتك اللهم احفظ لها أئمتها وولاة أمورها وشعبها والقادمين إليها اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين واحفظ الزوار لبيتك الحرام يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وحيثما كانوا اللهم إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في برهم وبحرهم وجوهم اللهم احفظ هذه الأمة من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها ونعوذ بك اللهم أن تغتال من تحتها اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا واكف المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وما أظلم عليه الليل أو أشرق عليه النهار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرة التي إليها معادنا واشعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر واشعلنا ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم إنا نسلك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسلك خير ما سألكه السائلون وندعوك بخير ما دعاك به الداعون ونتضرع إليك فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة ترجمة نانسي قنقر